عندنا بطولات كتيرة جداً الفترة اللي جاية عندنا بطولة الدوري السوبر الافريقي الحقيقة الجديد اللي النادي الاهلي بيستعدله للمشاركة فيه ضمن أو مع سبع أقوى فرق في القارة البطولة الجديدة البطولة العملاقة اللي نظمها الكاف وعنده اهتمام كبير جداً جداً بهذه البطولة والحقيقة كمان امبارح بالليل للكابتن محمود الخطيب على يعني ذكر هذه البطولة استقبل وفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرت القدم الافريقي في النادي الاهلي وده جاء على هامش طبعاً ورشة العمل الكبيرة اللي بتقوم بها هذه اللجنة في مقر النادي لعرض الصور النهائية للبطولة على الفرق المشاركة واللي يمكن أضارها المهندس خالد مرتجي في حضور الدكتور محمد شوقي عدو مجلس الإدارة ووفد اللجنة المنظمة وكان كمان مندوبي الاتحادين الافريقي والمصري متواجدين خلال طبعاً الجلسة ووفد اللجنة المنظمة لبطولة دوري كرت القدم الافريقي عرض التصور النهائي للبطولة وموعد القرعة والفرق المشاركة ودور الاندية والاتحادات الافريقية والاتحاد الافريقي والمصري في الجوانب التنظيمية طبعاً فضلاً عن القواعد الخاصة باللواح البطولة نفسها موعد انطلاقها امتى؟ قيمة الجوائز المالية زي ما بقول لحضراتكم مالية كبيرة جداً تصل لستة مليون دولار لبطل هذه المسابقة أعلى بكتير جداً جداً من اللي بيحصل طبعاً أو اللي بيفوز بيها بطل دوري أبطال أفريقا ولكن دوري الأبطال ليه رونة خاصة وليه معزة خاصة وليه شكل خاص لجماهير النادي الأهلي ولكن زي ما بقول لحضراتكم النادي الأهلي مطالب أن يكسب كل البطولات النادي الأهلي كمان زي ما حضراتكم عارفين اختار استاد القاهرة هو ده اللي هيكون الملعب الرئيسي في البطولة عشان كده يمكن وفد الكاف قام بجولة يعني بيتفرج على استاد القاهرة متابعة الاستعدادات لهذه البطولة ومعرفة آخر المستجدات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة في الاستاد للمشاركة في البطولة يعني مثلاً الوافد تفقد مثلاً المأسورة الرئيسية للاستاد القاهرة أرضية الملعب بشكل كبير راح وشاف غرف الملابس المناطق الخاصة بالتواجد الإعلامي ومرافق الاستاد واتطمن على سير العمل وفق طبعاً الشروط المطلوبة في يعني الاستادات التي تستضيف هذه البطولة الكبيرة والحقيقة البطولة دي دوري يعني دور قرط القدم الأفريقي أو الدور السوبر الأفريقي بمس القيمة جديدة الحقيقة للبطولات في القرى الأفريقية يعني بطولة جديدة لها رونقة عندك ستة مليون دولار إن شاء الله تكون موجودة للبطل إن شاء الله يكون بطلها النادي الأهلي والنادي الأهلي الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم كل بطولة بيخشها عينوا على البطولة هتضيف قيمة كبيرة جداً للنادي الأهلي على مستوى القيمة التسوقية والمكاسب المادية قدام حضراتكم طبعاً دي لقطات من زيارة وفد الكاف في طبعاً مقر النادي الأهلي وبعد كده راحوا ده استاد القاهرة بيتفقدوا الحقيقة الملعب زي ما قلت لحضراتكم الناس الناس أكيد مبسوطة استاد القاهرة من المؤسسات ومن استادات القوية جداً على مستوى أفريقيا ولكن بيتطمنوا على أرضية الملعب شكلها عامل ازاي المأسورة الرئيسية عاملة ازاي كمان المرافق هتكون موجودة شكلها عامل ازاي كمان أماكن البرس زون أو التواجد الإعلامي والمركز الإعلامي هيكون موجود ازاي الحقيقة كل ده الوابد بيقوم به والحقيقة أدى عجابه الشديد واستعداد طبعاً استاد القاهرة ليكون الملعب الرئيسي النادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم بطولة مهمة النادي الأهلي بطولة بتضم بجانب النادي الأهلي سبعة فرق أفريقية على مستوى عالي جداً بطولة جديدة والنادي الأهلي إن شاء الله يكون بطل هذه البطولة لأن زي ما بقول لحضراتكم على مستوى التسويق ستة مليون دولار رقم لا بأس بيه رقم كويس جداً بيساعد في استثمارات النادي الأهلي لكن بجانب الأموال دايما النادي الأهلي بيبص للبطولات ويعني ضرب الأرقام القياسية في عملية الحصول على البطولات وهو ده النادي الأهلي